اقام مركز منارات للدراسات والبحوث بالشراكة مع التحالف الوطني لصنع السلام ندوة فكرية حوارية حول ابعاد ودلالات نداء السلام للموائمة بين المبادرات الوطنية الامر والاستقرار هو السلام وعاملا ناجحا لقدوم الاستثمارات المختلفة والنمو الاقتصادي للبلد حيث نظم مركز منارات للدراسات والبحوث ندوة فكرية بشراكة مع الهيئة الوطنية الشعبية لمناقشة فرص صناعة السلام في اليمن والموائمة بين المبادرات الوطنية لاعادة بناء مؤسسة الدولة وتحقيق المصالح الوطنية تحت شعار السلام هدف وغاية فرضت علينا اشياء كشعب يمني لم تكن في حزباننا ولم نضع لها اي حسب حرب دمار شتات قتل اطفال ونساء وتدمير كل البناء التحتية وعتقد انه بعد كل الدمار هذا حان الوقت لصنعة السلام والاتجاه نحو السلام والعمل من عجل السلام الند وصعت الى اثبات ان لا نهاية حقيقية للحرب سوى بالعودة للحوار والجلوس على طاولة المفاوضات بنوايا وقناعات حقيقية وصادقة وراغب بالسلام لانهاء معاناة اليمنيين ووقف التدمير الحاصل في مقدرات الوطن ومكتسباته السلام يعني وقف الحرب الهمقية البربري الذي اودى بحياة عشرات الالاف من اليمنيين ما بين قتلها وقرحة ودمر كل مقدرات الشعب اليمني الشيخ محمد صالح بن جقي يقول الله هنا وكفى ويدعو كافة الاطراف الى ضرورة تحمل المسؤولية ووضع هد لهذه الحرب العبثية والانتقال الى واحد واسعة من السلام المشاركون في الندوة ضعوا ابناء القبائل اليمنية والغالبية من كل المكونات اليمنية لتلبية حاجة اليمن المليحة والعاجلة لتحرك جاد وحقيقي يوقف الانزلاق بالوطن والمواطن وينقذ ما يمكن انقاذه علينا ان نتكاتف جميعا لنقول لا للاعتداء لا لما يتم في اليمن من نهب وقتل وصراع للسلطة لم يستطيعوا ان يحكمون والان يقتلون اذا لنوقف هذا كله علينا ان نتكاتف جميعا ونقوم لما يجب علينا نبذ الكراهية وخطاب العنف واستبداله بخطاب ايجابي حقيقي يعبر عن تطلعات الشعب وطموحاته انحياز لمبدأ التعايش والقبول بالاخر وهو النهج الذي يتوجب الوصول اليه بعد كل ما يمر به الوطن من معاناة حسين العودي اليمن اليوم وقافل اختم تذكير بابرز العناوين